اخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الانترنت يسرهم ان يقدموا لكم هذه المحاضرة والحمد لله على ما احصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد لهونا عن الطاعة حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت ان الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طائفة من بني اسرائيل من صالح بني اسرائيل ذهبوا الى مقبرة من مقابرهم فقالوا لو ان الله احيا لنا ميتا فنسأله عن الموت لو ربنا يحيي لنا واحد من بين الاموات الحديث صحيح يحيي لنا واحد من بين الاموات نعرف الميت هو ايه ونستعدل وقدي ايه واحوال الميتين ايه واحوال السكرات ايه هلما بنا نصلي ركعتين ونسأل الله ان يحيي لنا ميتا فبينما هم كذلك بيدعو ربنا اذ قام رجل برأسه من بين الاموات وبين عينيه اصدر السجود فقال ان لي مئة عام اني قد ميته منذ مئة عام يعني واحد بقاله ميت سنة ميت طب احنا مش عايزين واحد بقاله ميت سنة احنا عايزين واحد لسه ميت عشان يبقى لسه فكر الموت بقالك ميت سنة بقى زمانك نسيت ايه هو الموت ونسيت ايه قلم الموت ونسيت ايه احوال الموت ونسيت ايه مرحل الموت عايزين حد لسه ميت اني قد ميته منذ مئة عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الان انا بقالي ميت سنة ميت قلم الموت وحرارة الموت وده مش قلم الموت ده توابع قلم الموت ثم قال قلم الموت نفسه ايه يعني خلع الدرس بيسبب قلم يومين ثلاثة عملية جراحية ألم اسبوعين ثلاثة هم العشرات السنين مئة سنة حرارة الموت لا تسكن يبقى ما هذا الألم أصلا اللي مئة سنة حرارة لم تسكن دي توابع ليه إخواني في الله عايزين نفتح الليلة ملف من الملفات الخطيرة جدا ملف من الملفات المهمة جدا ملف من الملفات اللي قبل رمضان محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا فيها لان احنا عاديين نتكلم صيام وقيام يا جماعة ونتكلم عن رمضان ونتكلم عن القيام والعبادة والتهجد بإذن الله سبحانه وتعالى وختمات القرآن واللي اعتكاف طب استنى هنا ما تبقاش عامل زي اللي ماسك شوية المضقوب قاعد يعبي من ناحية وكل اللي بيعبيه ينزل من ناحية ما تبقاش عامل زي اللي فتح محل كبير قاعد يكسب ألوف مؤلفة ولكن اللي قاعد على الكشير حرامي صارق بدل ما يحط الفلوس في الخزنة بيحطها في جيبه فالمنظر من بره انه بيكسب ولكن الحقيقة هو ما بيكسبش لان المكاسب بتروح من ناحية تانية عايزين يا جماعة نوقف نزيف من خسائر قبل رمضان عايزين يبقى كفاية خسائر قبل رمضان عايزين نقف الليلة مع عدو الحسنات الاكبر مع عدو الحسنات الاعظم مع الحاجة اللي بتنسف الحسنات اكتر ما القنابل بتنسف الجبال مع الحاجة اللي بتاكل الحسنات اكتر ما النار بتاكل العشيف عايزين نقف الليلة مع القضية خطيرة وملف خطير قضية معاصي السر قضية ذنوب الخلوات قضية ذنوب السر القضية يعني ايش معنى معاصي السر طب ليه مش معاصي الجهر لاني في المعتاد ان اللي ملتزم او ملتزمة المعتاد انه مش يعصى ربنا في الشارع اللي بيعصى ربنا في الشارع ده خارج على نظام الحكم اللي بيعصى في القانون الدنيوي كأنه خارج على نظام الحكم اللي بيعصى ربنا في الشارع ده مجاهر بالمعصية مستأرض الله بين عباد الله بيجاهد ولكن في الغالب اللي بيبقى عايز ربنا وعايز يوصل لربنا معاصيكم لها سر فبيبقى من الظاهر كل الصورة بتاعتكم لها مكاسب ولكن ممكن يكون بيعمل في السر معاصي الضيع كل ده ايه معاصي السر واخترت معاصي السر يا اخواني يا اخواني لو فيه ملتزمين هيدخلوا من نار والعزو بالله هيدخلوا بسبب هذه القضية بسبب هذا الملف الخطير دي القضية اللي بتنسي في الحسنات ناس في منع الميزان يوم القيامة ولا يده بالله المشهد اللي احنا هنبدأ بيه مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما يوضي القرار فوري باستدعاء الصحابة وباستدعاء المؤمنين من اجل مهمة جهدية لا من اجل مهمة تعبدية يعني مش خارجينها جهد يا رسول الله لا لا خارجين عشان عبادة لله سبحانه هنعمل ايه هنروح نعتمر في مكة نعتمر في مكة نعتمر في مكة ازاي يا رسول الله ده كان لسه الكلام ده قبل فتح مكة الكلام ده عامل حديبية يا اخواني قبل فتح مكة ازاي رسول الله قبل فتح مكة هنروح نعتمر في مسم الحج زي والعرب كلهم من اكل وقتي عشان يحجوا ده احنا كده هنروح نتقتل مش هنروح نعتمر ده كده عملية استشهدية ده كده مقتلين مقتلين ولا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ان كان المسلمين ايه مكتر جدا الا 1400 واحد بس 1400 صحابة وما اللي يخرجوا وراه يخرج 1400 يروحوا على مشهر في مكة الرسول يبعد سيدنا عثمان يتفاوض مع المشركين يشاع انه قتل يقف تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على الموت على الموت مين اللي مستعد يموت هنا عشان اخوه اللي قتل في مكة ان كان عثمان فعلا قتل انا عايزك تتخيل مع المشهر ليه انا عايزك تتخيل معايا الوقت عشان ابقين لك خطورة قضية معاص السر طب مال الكلام ده بمعاص السر انا عايزك تتخيل واحد واحد لما كان الموضوع استشهادي هيخرج يعتمر في موسم الحج ومكة كانت حيما دولة قوية جدا يعني مقتول مقتول مكة مين اللي هتسير حد يدخل يعتمر غصبا عنها تخيلوا اخواني المهمة كانت بالنسبة لتفكير الناس بل ظننتم ان لم ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلين ابدا دول لا يمكن هيرجعوا ابدا تخيلوا واحد بايع الموت تحت شجرة الرضوان تخيلوا واحد من 1400 واحد نزل فيه صفة الفتح ويحصل الصلح ويرجع النبع عليه الصلاة والسلام بعدها على طول يؤمر النبع عليه الصلاة والسلام من 1400 واحد دهما يخرجوا مع الخيبر ممنوع حد تانا يخرج لخيبر 1400 بس يخرجوا يلاقوا هناك 10 تلاف يهودي مدججين بالسلاح متفرسين بالمستوطنات والحصول الحصينة بتاعة خيبر يفضلوا فتح الحصن الاول 15 يوم تصيبهم مجاعة يدخلوا الحصن الاول مفيش لا اكل ولا شرب كله في الحصن التاني هو والاكل والشرب والسراح حصار الحصن التاني في خيبر لو كان استمر ايام طويلة كان الصحابة ماتوا من المجاعة ده انا حايزك تتخيل معايا لحظة فتح الحصن التاني بعد ثلاث ايام قتال حايزك تتخيل وجيش كله داخل جيش داخل مدينة جيش اضطار رجالة بيعوا على الموت ووقفوا في وشي ياود خيبر عشر تلاف يعني 7 قضاعات جيش المسلمين 1400 واحد ابطار رجال اتحملوا المجاعة عشان الدين منظر دخولوا من حصن التاني على الاكل والشرب والسلاح ده بيجمع الطعام ده بيجمع الشراب ده بيجمع السلاح ده بيأكل ده ده واحد من وسطهم اسمه عبدالله صحاب اسمه عبدالله يقال من النعيمات صحاب اسمه عبدالله يدخل عبدالله عبدالله وهو بيدور وسلم يدور في الجيش يدخل في مكان يلاقي فيه دينان الخمر دينان الخمر براميل الخمر موجودة طبعا محدش هيبصوها من الصحابة والكل بيجري ومحدش شايف حد يبص حواليه محدش شايفه محدش داري بيه الخمر المعصية القديمة اللي انا واقع فيها المعصية القديمة اللي ممكن حد فيها في الاسلام من بعد ما حرمت كمان المعصية القديمة تخيلوا اخواني واحد بيجاهد في وسط معركة يعني مش واحد بيقول كلمتين عن ربنا يخرج يشوف المعصية القديمة يقع فيها ده واحد بيجاهد يوقف عبد الله ويجافح نفسه ويجاهد نفسه ويبقى المعصية قدامه يقينا حاول يقينا جاهد يقينا تماثك يقينا كان يموت نفسه عشان ما يمدش إله على الخمر ولكن في السر بدون ما يدر أحد من الصحابة يمد إيده على قوس الخمر ولا يستفيق إلا والخمر قد استكرت في بطنه ده مين ده صحابي ده بيع الموت ده بيع الموت تحت شجرة رضوحان ده خرج في خيبر ده تحمل المجاعة من أجل الدين عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن القضية معص السر يا جماعة قضية خطيرة قضية منتشرة قضية ممكن تصيب حتى أشد الناس ابتزاما قضية ممكن يقع فيها حتى أكثر الملتزمين والملتزمات تبسكن بدين الله سبحانه وتعالى قضية خطيرة ولازم يتفتح الملف بتاعها بالذات قبل رمضان لأن احنا في رمضان بنتكلم عن شحن الرصيد مش عايزين حاجة تضيع الرصيد يا جماعة مننا قضية معص السر في عصر الشهوات قضية ذنوب الخلوات في عصر الشهوات احنا في عصر صعب جدا إذا كان في العصر أيام النبع عليه الصلاة والسلام حصل ده حصل معصر السر وما للوقت يا جماعة في العصر اتهن شهوات يا أخواني الموبايل بتكى على زرار واحد الشاب بيلاقي نفسه على أقضر مواقع المحمول والعذب الله يا جماعة عصر الشهوات ربنا بيحصل وقتي من ضعف مكان بيحصل أيام سيدنا نوح قبل ما الطفال ييجي يا أخواني ربنا الدين بيكفر بيع الجرائد العلمانية على عذب الله لسه يعني بيشتبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحدى دي الجرائد ويقولك محاكمة محمد ربنا 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 يهديهم أو يأخذهم سبحانه وتعالى محاكمة محمد ودي تكلمهم إيه الشبوات اللي بتقولوها يقولك احنا بنعرض حرية الرأي بيتسطروا على عذب الله يتسطر حولها المنافقين العلمانيين حول حرية الرأي احنا في عصر شهواته جماعة في عصر فتن في عصر معاصر طاغية في عصر شبهات ألف اتجاه واتجاه احنا في عصر فقر شديد فقر شديد في عصر البيكينج في عصر كل سنة الوقت بياخدوها يعملوا لها بيكينج جميل كده ويفعل بمضيفة ويبقى 11 أتمان والشاب يخرج يسافر يشتغل في الخليج سنين شبابه عشان يرجع يحط ثلاث اربع شهور من شغله في نيش في الصفرة وتلاث اربع شهور من شغله في انتيكات في اللصالة وتلاث اربع شهور من شغله في تزيين لون الجدران كل الدار بلون مختلف عن التاني على الموضب كده وثلاث اربع احنا في عصر فضيع في عصر ضغوط رهيبة الملتزمات لما بيتجاوزهم تلاقيه بعد الجواز نست كل ملامح الدروس والقرآن والحفظ والمساجد والصحب الصالحة ضغوط شديدة في وسط هذا العصر يا جماعة احنا اللي عم نتكلم على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر ونقول للشاب الغير ملتزم تههروا من اللي فيه احنا كل واحد الوقت ماشي في الشارع من نظرة الفجأة بس الهارد ديسك بتاعه باماليان انت تقابل ربنا بقلبك كده ازاي تقابل ربنا بقلبك فيه كل الصور اللي موجودة عندك دي ازاي انتوا عارفين احنا بقنا عاشين فين انتوا عارفين كمية المعاصر اللي بترتكف في المجتمع بتاعنا قد ايه احنا بقنا عاملين زي اللي شغال في مبغة مبغة جلود حواليه جلود متعفنة ريحتها تقتل مش تؤذي تقتل ولكن هو تعود هو واقف عادي خلاص احنا تعودنا اتعودنا على طفان المعاصي من حوالينا احنا عاملين زي طالب ولطب لما يدخل المشرحة اول مرة ويشوف الجثة بتتشرح يرجع بيته يفضل سنة او سنتين ما يقدرش يبص للحمة ما يقدرش يقرب من اللحمة ابدا بعد ما بيشوف الجثة وبتعد عليه الايام يجي ايام الامتحانات بعد مرور سنة ولا سنتين يبقى مسكة جمجمة بايد قاعد يذكر بيها وبعد كده يحطها ويمدي نفس الايد يأكل بقى حتة لحمة وقاعد يذكر وبعد كده يحط اللحمة ويمسك الجنجمة يكمل على تاني خلاص اتعود هو منظر فضيع ولكن هو اتعود هو ده اللي بيحفل الوقتي احنا اتعودنا جماعة اتعودنا انما لو حد جه من زمان من ازمان الطاعة وشاف اللي بيحفل الوقتي هيموت كمدا ونكدا ان الله بيقصى كل هذه المعاصي فتح ملف قضية معاصي السر في عصر الشهوات فتح ملف قضية ذنوب الخلوات في عصر الشهوات عصر السر يا عصر السر يا من ترتكب معصية سر على موقع نت على قنوات دي الشفاز ده معصية سر من خلال محمول احنا ممكن يكون شباب الوقتي قاعدين بيتفرجوا والمحمول بتاعه لو تحاسب عليه بس قدام ربنا على اللي فيه وعلى اللي متحمل عليه الله أعلم هيروح فيه ممكن تلاقي الشباب بيدخلوا خطبة الجمعة والمحمول بتاعهم لو بس يعني لو الصور اللي فيه حسبوا عليها الله أعلم هيدابوا فين قضية معص السر قضية معص السر قضية ذنوب الشهوات قضية المعاصي اللي ممكن استطرت عن الخلق كلهم بيها ولكن الله يارك عليها ويعلم ما فعلت فيها الخسائر ايه يا ترى ايه الخسائر يا جماعة ايه الخسائر عصر السر ده بيخسر ايه الفواتير اللي هيتفحها الخسارات الفاداحة عشان نقدر نتخيل خطورة القضية في بلد من البلاد الافريقية في غانا صاعقة نزلت صاعقة في البرق في الراعض والبرق نزلت حرقة كوخ من الأكواخ حولته فحمة فلما رأوا ما بداخله لقوا يعني واحد وواحدة كانوا في زنا والعيادة بالله يعني اشمعنا اصابت هذا المكان بالزاد سوق الخاتمة من اثار معاصي السر سوق الخاتمة من ثواتير وخسائر معاصي السر في ضيحة الدنيا اسمها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وان العبد لا يعمل ان العبد لا يعمل ده عمل اهل الجنة فيما ترون فيما ترون يعني اللي الناس شايفا فيما ترون قدام الناس بس حدث حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع غلاص بينه وبن الموت يبقى من اهل الجنة ده فيما ترون فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها العلماء قالوا ايه قالوا ده واحد قدام الناس بيقدر يمسك نفسه ولكن اول ما بيخلوا بينه وبين نفسه بيقع في المعاصي وينتهك فبقى حياته مقسومة نصين نصه قدام الناس ما يعرفوش عنه غير الطاعة ونص محدش دار عنه حاجة كله معاصي لله فلما جاء الموت غلبت عليه المعصية فمات عليها ففضح امام الخلق اجمعين والعياذ بالله ابا الله الا ان يفضح الا ان يفضح من نافقه ومن عصاه نفاقا حتى على فلاتات لثاني والعياذ بالله اخواني في الله قضية معاصي السرق قضية الجزاء من جنس العمل قضية انه هو حاول يستطر بالمعصية عشان بيستطيع عشان محدش يشوفه عليها وقدام الناس عامل نفسه الانسان المثالي فيفضح امام الناس ولا عزه بالله كأنه جزاء من جنس العمل لانه جعل الله اهول النظرين اليه ولا عزه بالله كأنه جزاء من جنس العمل الحياة كلها واشية على قانون الجزاء من جنس العمل الحياة كلها سواء في الطاعة أو في المعصية في المعصية الوحيد يا ما شاف قصص مفزعة في الجزاء من جنس العمل احد الناس كان مرة في المحل بتاعه يعني اتنين بيتشاكلوا برا هذا المحل في هذه المدينة فواحد من شدة الغضب طلع المسدس وضربت تاني بالنار الرصاصة طاشت فواحد بيفتح المحل بتاعه وبيخرج بيمدي رأسه وبيشوف في ايه الرصاصة امت طاشت عن اللي ضربت فيه وجدت في رقبة هذا الرجل في العمود الفقر بتاعه في رقبته طبعا كل الاعصاب اللي نزل الجسم اتقطعت من النخاع الشوكي كابت رشالة الرباعي فواحد راح لأحد العلماء في هذه المدينة قال له انت قاعد تقول ليه ربني يبتلي هذا الرجل بهذا الابتناء ليه هذا الرجل دو راجل غلبان راح يسترزق ويشوف رزقه يمد راسه تجي تطلق في رقبته جيب له شلال رباعي يقول ذلك العلم ان في نفس اليوم واحد ظهره فبيحكي له عن واحد في نفس المدينة داية كان مستأمن على مال يتامة ولما جيه معد سداده مرضاش يقديه بيقول له مدرح الساعة 9 بالليل كان في جلسة مع هذا الرجل عشان يقنعوه الناس انه يرجع مال اليتامة ليهم مرضاش وانكر انه لهم مال عنده فلما استقصوا الاحداث اذا بذلك الرجل اللي كان مال اليتامة هو نفسه اللي كان بيمد راسه من المحل وتأتي الرصاصة في النخاء الشوكة عنده وتجيب له شلال رباعي ولا يافه بالله شلال رباعي اخواني ربنا يعافي كل مريض يا ربنا يعافي كل مبتلى ربنا يعيش في كل مريض مسلم لان الابتلاق طبعا ليس دائما انتقام ولكن يعني زي الحالة كده هذا المرض يا جماعة اسمه الفقرة هو فقرهم هو فقر هؤلاء اليتامة فكان الجزاء من جنة العمل يعني في احد الاحداث والدنيا مليانة بعجائب بتثبت قد ايه الجزاء من جنة العمل واحد يعني كان كثير ما يبدي ايده على مراته وكان بيضربها ضربه شديد جدا وفي ناس يعني في ناس مفترية حسبنا الله نعم الوكيل فمرة وبيضربها ضرب بفظيع ضربها ضربة قاتلها اقتلها فهو في البيت لوحده وامراته اقتلت هو مش عارف في عمل ايه ماتت قدامه هيودوه حروح في داهية هيتسجن هيتعدم هيحصل فيه ايه فراح لحد من الناس الكبار اللي هو يعني ايه دايما اهل السوق بيتلموا على بعض قال له انا مش عارف اعمل ايه انا يعني اصغله مغاد الوقت اقتلت ما وقتها في البيت اعمل ايه قال له بسيطة قال له بسيطة ازاي قال له انت تستنى لغاية ما تلاقي اي شاب جميل واسيم كده وباي حيلة تدخله بيتك واول ما يدخل تقتله وتحط جثته جنب جثتها وبعد كده تنادي في الناس انك دخلت لقيت مرتك مع ابا الساب فقم تقتل فقم تقتل همومة الاتنين وتبقى انت اطلقت منها الراجل من شدة فرحه ما صدقش راح وقف عند البيت قاعد يدور على اي شاب جميل واسيم عدى شاب بهذه المواصفات طلعت روحه عما تحيال عليه يدخل البيت واول بدخل البيت فعلا انقضع له وقتله ورمى جثته جنب جثت زوجته ثم كانت النتيجة طبعا ان الناس كلها بقى بتلعن زوجته وبتشتم في امراته وبتشتم في هذه الانسانة الفاسدة المتهمة ظلما فماذا كانت الاحداث اخواني يفاجأ الراجل اللي نصحه بأذي النصيحة ان هذا الشاب اللي تقتل ده هو ابن الراجل اللي نصحه بالنصيحة ده هو ابن ذلك الراجل الكبير اللي قال له افعل هذه الفكرة كأنه ولا يذوب انه سبحان الله شايفين الجزاء من جنة العمل تخيلوا الراجل ده لما يعرف في الجن ولا يعمل ايه ولا يموت من القهرة ولا يعمل ايه ده مشходر ينطق ولا يقول أطبا تخيلوا يا اخواني هذا الرجل هذا الرجل اللي اشار عليه بهذا ابنه هو اللي يتقتل به هذه الطريقة وابنه هو اللي يقتل في هذا الامر الجزاء من جنة العمل احد الناس كان يعني دايما يؤذي الملتزمين بالذات وكان كل ما يعد اتنين ملتزمين كده يرمى عليهم القمامة هو كان متعودين منه لازم يعني كأن الزبالة بتاعة باتهم بيعين عشان الاتنين دول يرميها عليهم يرميها عليهم يرميها عليهم سبحان الله كيف مات هذا الرجل الرجل ده كان ماشي تحت بيته ويعني واحدة من قريباته في البلكونة بتاعتها قمامة تقيل تقيل قوي يعني وبترميه من البلكونة كما يفعل يعني بعض الناس للأذر بترميه بلكونة ينزل على رأسه ويقتله فيموت بالقمامة دي مكان بيؤذي يعني عباد الله الصالحين بمثل هذا الأمر يعني الخسائر بتاعة معاص السر يا جماعة نرجع ثاني لأضياء بتاعتنا قضية معاص السر الجزاء من جنس العمل اللي بيعصي في السر يفضح في العلم يفضح في العلم خسائر معاص السر فواترها فواترها في النهار كما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في جهنم فتنضلق أقطاب بطنه والعذب اللهم مصرينه أمعاؤه أحشاؤه تطلع بره تطلع بره بطنه فيدور بها يفضل يلف حواليها كما يدور الحمار في الروحة فيجتمع إليه أهل النار يقولون مالك أهل النار مزهورين أصلا لأنه بيتعذب عذبهم نفسهم بيتعذبهوهج مالك إنت يحصل فيك كده أما كنت تأمرنا بالمعروف أما كنت تنهانا عن المنكر إذا أنت كنت تنهانا بتوعظنا إذا يتعمل فيك كده فيقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه هم كان بيأتي المنكر في السر بدليل أنهم ما عرفوش أصلا ما عرفوش أنه بيأتي المنكر إلا في النار فضح بين أقل النار يمسخ إلى حمار والعذب الله أو يمسخ حاله إلى حال حمار وهو في جهنم بسبب معاص السر بسبب معاص السر قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليه عمرك شفت خمس شعاطين مسكين ولد وبيجرجروا عشان يقفل الأضع عليه ويفتح مواقع سيئة عن نت عمرك شفت خمس شعاطين مسكين ولد عشان يفتح البولوتوس بتاعه يلقط أي حاجة قدرة من أي مكان والعيد بالله عمرك شفت خمس شعاطين مسكين ولد بيفرجوه على صور لازم يتفرج عليها خص من عنه عمرك شفت شعاطين مسكين فتاة يخلوها تكلم واحد من وراء أي حد في الدنيا في التليفون والله أعلم بما يقولون عمرك شفت شعاطين مسكة واحد بتجبره على معصية بدون أن يروا أحد وما كان لي عليكم من سلطان وهم قداموا يتبرق منهم ويتبرق من معصيهم التي ارتكبوها أنا بقول لكم إخواني ليه الموضوع ده قبل رمضان لأن احنا داخل رمضان عايزين نحفظ على طاعتنا مش عايزين نكسب فلوس كتير وكلها تروح مننا مش عايزين نكسب حسنات وكلها تروح مننا على الميزان حال عاصل سر على الميزان ايه قال تعالى يا بنيا إنها انتكو مثقالة حبة من خردل يعني لما يقول لك خردل لنا اللحمة يعني عملناها مفرومة يعني يعني الخردل ده أصغر حاجة مثقالة حبة من خردل معصية صغيرة جدا معصية سر بسيطة جدا نظرة كده صغيرة محدش ديرا بيه خالص أم خطفها لحد ماشي في الشارع كده ولا خطفها يعني وقعد على الكمبيوتر جات له كده بتاعها بيفتحها بكريكاة لأ منظر خلاص بص بصتين وقفل ولا عيتوا بيلا محدش محصية محدش ديرا بيها يا بنيا إنها انتكو مثقالة حبة من خردل فتاكم في صخرة دخلت جوه صخرة في قلب جبل قصت ربنا بيها وخرجت حدش قافك أو في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا وانزلت محدش هافك أو في الأرض رحت في جزيرة في وسط محيط أو في غابة أو في صحرة في قلب صحرة محدش هافك عصيت ربنا وجيت يا بنيا إنها انتكو مثقالة حبة من خردل فتاكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بيها الله على الميزان على الميزانة لها قدامك وجات ربنا معصية انت نفسك ستتها وصغيرة ومحدش شاف هيأتي بها الله طب لما تأتي معاصل السر على الميزان هيحصل إيه هيحصل الحديث المرعب اللي بيخلع القلوب أي قلب حي يسمعه لازم قلبه يخلع حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوigan لا ألفينة أقواما من أمتي أوعوا واحد بدون يعمل العملة دي الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اوعوا لا ألفينة أقواما من أمتي أوعوا لا أحد عامل العملة دي هو من الإهامة لا ألفينة أقواما من أمتي أمثال جبال اتهامة بيضاء جبال تخيل الواحد دخل على الميزان كده وروا جبال جبال حسنات ده الجبل ده بيفضل الواحد يطلعه ثلاث ساعات الجبل الصغير كمان جبل منه وعرفات والجبل الصغير ده ممكن ثلاث ساعة تفضل تطلع فيه وساعة تنزل منه جبل حسنا تتعمل انت ده وبيضاء بيضاء يا جماعة يعني مفيش معاصي سر مفيش معاصي جهر تسودتها يعني حسنات خالصة حسنات صافية زي جبل اصفر كده من الدهب مفيش في حتة فضة مفيش في حتة حجارة خالص حسنات خالصة كل حلو في الجهر حسنات حدش يعرف ما اي معصية ابدا لا الفياد ده اقوى من من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منصورة يعني ايه هباء منصور يا جماعة المشهد ده حصل اول يوم القيامة لما جبالي القرى الارضية تعملت هباء منصور وتنففت نسفت الجبال نسفة المشهد ده بيكرر على الميزان تتنسف حسناته تبقى هباء منصور نسف تخيلوا مشهد الرجل ده وهو داخل وراجبا للحسنات ومشهده بعد شوية هو مجرور على وشه لجهنم خسر مضيه كل الطعات اللي عملها راحت واتسفت خسر حاضره لانه تفضح قدام الخلائق خسر مستقبله لانه هيترمى في جهنم ولا ياذه بالله فيجعل الله وباء منصورة الصحابة ترعبه سيدة ثوبان قال للنبع عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا اوصفهم لنا يا رسول الله بقمة الوضوح عرفنا دول ايه يا رسول الله جلهم خليه حاجة جالية قدامنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري لازم المؤمن يخاف يا اخواني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انهم اما انهم اخوانكم يعني ممكن يكونوا اعادين معنا الوقت وبيتفرجوا معنا وبيصنعوا معنا ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون يعني ممكن يكونوا كمان بيعملوا طعاط يعني ممكن يكونوا بيعملوا طعاط وتعبوا في طعاط ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لما كانت اعرض عليه المعصاد في السر يعافيه على طول ويكترق عليه على طول العدو بالله والنتيجة والنتيجة هذا الحل المزري وهذا الضمار المزري عاص السر يا جماعة عاص السر بيلقى في قلوب الخلق بغضو لما ربنا بيبغض عبد فينادي جبريل اني ابغض فلان فابغض سيدة جبريل يبغضه ثم ينادي جبريل في اهل السماوات ان الله يبغض فلان ترضى ان ربنا يقول عليك كده جبريل يقول عليك كده ان الله يبغض فلان فابغضوها يبغضوها ثم يوضع له البغضاء في الارض وانعاذه بالله بعاص السر بتؤدي الى الحرمان من الطعام سوفيان الثوري بيقول اني لأعصي لها معصية فأحقى وعصيت الله معصية فحرمت قيام الليل خمسة اشهر خمس شهور يعني انت ما بتقومش الليل اللي محروم انت ما بتصومش في شعبان ليه دا يبرع في عمال الى الله محروم انت ليه ما بتذكرش ربنا وتختم وتقرأ محروم محروم اللي هي كلمة سيدنا الحسن كلمة الحسن لما قال له رجل واحد جاله قال له يا امام انا انا بنا بادري وما باكلش ما تقالش وبتطهر قبل منام وبأنو ان انا هقوم الليل وباخد كل الاستعدادات واللي احتياطات القيام الليل ثم لا اقوم الليل فرضو ما بصحاش قال له قيادتك ذنوبك قيادتك ذنوبك يعني ايه قيادتك ذنوبك يعني اصلا انت بتحسبها بالاسباب بتاعتك لا دا في حاجات ثانية من اعلى يا اخواني ما عاصي السر بتؤدي الى الحرمان من الطاعات ولا عياذوا بالله انتو فاكرين ايه انتو فاكر ان الواحد يكلم عن ربنا دا اصطفاء واللي يسمع عن ربنا اصطفاء واللي يدخل طريق الدين اصطفاء طب واللي يكمل دا اصطفاء طب واللي يخرج دا اصطفاء ولا يا احتياطة ما عايزين نفهم انها من فوق معاصي السر تؤدي الى زرعة امراض في القلوب خطيرة كما قال ابن عباس ولا خوفك اذا حركت الريح بابك وانت على المعصية اعظم وعند الله من المعصية شاب قاعد قدامه وقعنته وقاعد يتفرج وقاعد يقلب ولهاذه بالله تفرج على فضائع ويقوم الهوى بحرك الباب يقوم قلبه يرتجف يرتجف لايه يرتجف لانه خاف حسن بشر يطلع عليه والله مطلع عليه من ساعة يعني مراقب لحظة لحظة بالخطرات قلبه وخواطر قلبه مراقبة وهو مش خايف